وشهدين دلوقتي معاد موجز لأهم الأخبار مع هالة شكرا شازلي التأسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم حذرت مصر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قريات مجد الشمس بالجولان السوري المحتل بما قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت مصر على أهمية دعم لبنان وشعبه ومؤسساته وتجنيبه ويلات الحرب كما نشدت القوى المؤثرة في المجتمع الدولي التدخل الفوري لتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التبعات الكارثية لتساع رقعة الصراع والتي قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين هذا وجددت مصر التحذير من مخاطر استمرار إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة مطالبة بضرورة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في أسرع وقت تبادلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف على طول الحدود وأوضح حزب الله أنه استهدف مستوطنتي شتولة والمنارة شمال إسرائيل من جانبها أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن سلاح الجو قصف بلدة عترون جنوب لبنان كما استهدف الطيران المسير منزلا في بلدة مركبة بالقطاع الشرقي من جنوب لبنان حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل من خروج الوضع عن السيطرة إذا ضربت أهدافا لحزب الله في بيروت وأوضح كبير مستشاري بايدن لموقع أكسيوس أن الحرب الشاملة بين إسرائيل وحزب الله قد تؤدي إلى حرب إقليمية كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله بأن الإدارة الأمريكية تعتقد أن استهداف الجيش الإسرائيلي لبيروت خط أحمر محتمل لحزب الله أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو أضاف شرطا جديدا في المفاوضات وهو الحصول على أسماء المحتجزين الأحياء الذين سيفرجوا عنهم في الوقت نفسه أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر إسرائيلية أن رئيس الموساد سلم مقترحا معدلا للوسطاء في روما يطلب فيه وجود آلية أجنبية لمراقبة محور نتساريم وتغيير مواقع الانسحاب في المرحلة الأولى ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مجازر ضد المدنيين في قطع غزة وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و241 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية وأعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة عضوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39324 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء وتسعين ألفا وثمانمائة وثلاثين مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم فاز نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثالثة في فنزويلا بحصوله على 51.2% من أصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية وفق ما أفاد المجلس الوطني الانتخابي وقال ألفز أموروسو رئيس المجلس الانتخابي إن مرشح المعارضة إدموندو جونزاليس أوروتيا الذي كان متقدما في استطلاعات الرأي نال 44.2% من الأصوات كان الناخبون في فنزويلا قد أدلوا بأصواتهم أمس في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها إلى جانب مادورو وجونزاليس ثمانية مرشحين آخرين حيث يحق لأكثر من 21 مليون فنزويلا التصويت في الانتخابات هي الأهم خلال ربع قرن للدولة ذات الحكم الاشتراكي ورياضيا يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد نظيره الدنماركي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزا هاما في الجولة الأولى على نظيره المجري بنتيجة 35-32 بينما فازت الدنمارك على فرنسا بنتيجة 37-29 انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة